ده بقى كلام وزير التعليم أو السكرتير بتاع عبد الفتاح السيسي لشؤون التعليم المصري بيقولك الموضوع مش بيدي انا مجرد السكرتير جايبيني بس بمشي الموضوع ده قرار سيادي يعني بالتليفون السامسونج اياه او باي طريقة بيتواصله معاه اقفل الدراسة هقفلها بس لو قفلت الدراسة دي حتة مهمة بقى معناه ان احنا هنلجأ بعد كده للتعليم الالكتروني او التعليم عن بعد ده هيكشف المنظومة التعليمية في البلد احنا ما عندناش اصلا الحد الادنى اللي يساعد على ما يسمى بالتعليم الالكتروني او التعليم عن بعد عندنا قرى كاملة او مدن كاملة في الصعيد ما فيهاش تغطية انترنت والانترنت زي ما انتم عارفين المصري الاتصالات البتاع اللي ابطأ من السلحيفة او انت تبقى مضطر انك تشحل ابنك الموبايل لك ان تتخيل معناه بكرة ان وزير التربية والتعليم ياخد قرار باغلاق المدارس طبعا القرار هيبقى بناءا عن عدد الاصابات عدد الاصابات ده هيترطب عليه ان هو محتاج يوفر اعانة ويوفر مرتبات للاجرية والناس اللي على باب الله والناس اللي شغالة باليومية هيترطب عليه انه هيقفل المطاعم وهيقفل المحلات وهيقفل الشركات طبعا اقتصاد المصري مهلهل هلهلهل عبدالفتاح السيسي بالقروض وبالفشخرة والمشاريع الوهمية والعاصمة الادارية وترعة قناة السويس والكبار اللي بتوعه بعد اسبوعين ثلاثة بعد كده نيجي للتعليم لعندنا مدرس طبعا مع احترام الشديد للمدرسين وهم فوق دماغنا لكن المدرس المصري غير مؤهل انه يعلم التلميذ المصري عن بعد او يتعامل مع النظام الالكتروني المطبق في العالم كل دلوقتي للتعليم التلميذ المصري ايضا غير مؤهل انه يتعامل مع هذا النظام او هذا التعليم عن بعد السيستم في الدولة سواء كان بداية من وزارة الاتصالات مرورا بوزارة التربية والتعليم وصولا للحالة الاقتصادية للمواطن الناس ما عندهاش انترنت انت لو عندك ثلاثة ولاد او اربع ولاد وما عندكش انترنت ارضي في البيت او واصلة في البيت هتبقى طالب انك تشحن لهم موبايل او تابلت ودكوا شايفين شركات المحمول بتنهب قد ايه من جيوب المواطنين او بتسلب قد ايه من جيب المواطن فبالنهاية الحل موجود فيه موجود في بيان وزارة الصحة المصرية يقول ما عندناش اصابات والبلد كلها ماشية بناء على هذا القرار المواصلات مليانة والمترو مليان والاوتوبيسات ومش عارف الاسواق والمدارس والمصانع كله شغال كله شغال لان الست وزارة الصحة بتقول احنا تمام وزي الفل واحنا بومب بومب زي الفل